أخطاء تقع عند رمي الجمرات اعتقاد بعض الناس أنه لا يصلح الرمي إلا إذا كانت الحصى من مزدلفة والصحيح أنه يجزئ من مزدلفة وغيرها غسل الحصى الشتم والسب والضرب بالنعال عند حوض الرمي رمي جمرات أيام التشريق قبل الزوال والسنة بعد الزوال إهمال الدعاء عند رمي الجمرة الأولى والوسطى في أيام التشريق فالدعاء عندهما سنة رمي الحصى جملة واحدة والصحيح أن يرمي الحصى واحدة واحدة تهون البعض في أمر الرمي فيتوسع في التوكيل فيه دون حاجة أخطاء تقع في الهدي بعض الحجيج يذبح هديا لم يبلغ السنة المعتبر شرعا للإجزاء وهي في الإبل خمس سنوات وفي البقر سنتان وفي المعز سنة وفي الضائن ستة أشهر ذبح الهدي المعيب الذي لا يجزئ ذبح الهدي قبل يوم العيد ذبح الهدي في غير مكة والحرم أخطاء تقع في الحلق والتقصير حلق شعرات قصيرة من جهة واحدة والصحيح أن الحلق والتقصير إنما يكون لجميع الرأس أخطاء تقع في الطواف المزاحمة الشديدة عند استلام الحجر الأسود تقبيل الركن اليماني مع أن السنة فيه الاستلام فقط وإنما التقبيل للحجر الأسود إن أمكن بلا مزاحمة استلام جميع أركان الكعبة وإنما الاستلام للركنين اليمانيين الذكر والدعاء الجماعي ورفع الصوت بهما ابتداء الطواف من عند باب الكعبة والصحيح أن شوط الطواف يبدأ من عند الحجر الأسود التمسح بالكعبة ومقام إبراهيم عليه السلام أخطاء تقع في ركعتي الطواف المزاحمة خلف مقام إبراهيم لصلاة ركعتي الطواف والأفضل صلاتهما في أي مكان من الحرم عند الزحام الإطالة في ركعتي الطواف والسنة بعد الفاتحة أن يقرأ الكافرون في الركعة الأولى والإخلاص في الثانية الدعاء بما يسمى دعاء المقام بعد ركعتي الطواف وهذا لا أصل له أخطاء تقع في السعي بين الصفا والمروة عدم مراعاة السعي الشديد بين العلمين الأخضرين أو السعي الشديد في جميع السعي بين الصفا والمروة ظن بعضهم أن الشوط في السعي يكون من الصفا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا وهذا خطأ وإنما هذان شوطان فيبدأ بالصفا وينتهي بالمروة السعي بين الصفا والمروة من غير حج أو عمره والذي يشرع بنسك وبغير نسك إنما هو الطواف أخطاء تقع في طواف الوداع البقاء في مكة ليوم أو يومين بعد طواف الوداع والواجب أن يجعل آخر عهده بالبيت الطواف ظن البعض عدم جواز الشراء شيء من مكة ولو في الطريق عقب طواف الوداع تأخير الحائض السفر من أجل أن تطوف طواف الوداع والصحيح أنه يسقط عنها الطواف أخطاء في الإحرام من الميقات مجاوزة الميقات دون نية الإحرام خاصة لمن يسافرون جوه اعتقاد بعض النساء أنه لا يجوز الإحرام إلا باللون الأبيض الاطباع وهو كشف الكتف الأيمن عند الميقات وإنما يكون الاطباع عند طواف القدوم وينتهي بانتهائه أخطاء تقع في التلبية التلبية هو التكبير بصوت جماعي مبالغة النساء في رفع أصواتهن بالتلبية وإنما يكفي أن تسمع نفسها أو رفيقتها أخطاء في يوم التروية تكبد الحاج المشقة والزحام للإحرام من المسجد الحرام والسنة أن يحرم بالحج من مكانه الذي هو نازل فيه اعتقاد مشروعية غسل ثياب الإحرام التي أحرم بها في عمرته قبل الإحرام بها في الحج وليس ذلك بسنة إلا أن تكون متسخة فيغسلها لأجل النظافة الجمع والقصر للصلوات في ميناء والسنة القصر من غير جمع أخطاء تقع في عرفة ترك بعض الحجيج التلبية في مسيرهم من ميناء إلى عرفة فالتلبية تنتهي عند رمي جمرة العقبة نزول بعض الحجيج خارج حدود عرفة مما يؤدي إلى بطلان الحج لأن عرفة أعظم أركان الحج اعتقاد بعض الناس أنه لابد من صعود جبل عرفة وأن له قدسية خاصة الانصراف من عرفة قبل الغروب والواجب أن يبقى الحاج حتى الغروب إذا وقف في النهار أخطاء تقع في مزدلفة النزول قبل حدود مزدلفة وهذا خطأ لأن المبيت بمزدلفة واجب صلاة المغرب والعشاء قبل الوصول لمزدلفة وهذا خلاف السنة إلا إذا خشي خروج الوقت فيصليها ولو قبل الوصول لمزدلفة مرور بعض الحجيج بمزدلفة دون مبيت إحياء ليلة مزدلفة بالقيام والقراءة والذكر والسنة فيها النوم والراحة